السعودية تهدد بقصف فصائل الانتقالي في حضر موت ماذا يحدث؟ تفاصيل عاجلة للمزيد من الأخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة هددت السعودية اليوم باستهداف فصائل المجلس الانتقالي في محافظة حضر موت شرقيا اليمن جاء ذلك في أعقاب تهديد المتحدث الرسمي باسم المجلس علي الكثير بحسب معركة حضر موت وطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى بالقوة وقال الصحفي السعودي المقرب من ولي العهد سلمان عسكر في مداخلة مع قناة الإخبارية السعودية إن التحالف لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما وصفها فوضى الانتقالي في حضر موت ولفت عسكر إلى ضرورة توقيف تحركات الانتقالي في معسكراته بالهضبة النفطية في تهديد واضح بقصف فصائل المجلس بالطيران على خرار استهداف مماثل لقوات الإصلاح في شبوى وأبيان وتاتي التهديدات المتبادلة في ظل تصعود حدة توترات بين فصائل التحالف في حضر موت وسط توقعات منفجار المواجهات المباشرة في أي لحظة خلال الأيام القادمة ورد الانتقالي على السعودية أدى المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي علي الكثيري بتصريحات نارية حول المنطقة العسكرية الأولى بسيؤونة وقال الكثيري يمتلك أبناء حضر موت كل الوسائل لحماية شباب الغضب وأضاف العسكرية الأولى تسعى إلى جري حضر موت إلى مربع العنف وأوضح أبناء حضر موت مستعدون لخوض المعارك ضد العسكرية الأولى حال فردت عليهم واختتم نطالب التحالف بإلزام العسكرية الأولى بتنفيذ اتفاق رياض